ترجمة نانسي قنقر يعني أنا اليوم من هلأ إلى 30-40 سنة كتير ممكن بل شوف وادي أديشا يلي من الأغنى بالتنوع بالعالم رح يصير فقير جدا بالتنوع وبالتالي تأثيره على العصفير على النباتات التانية على الحشرات على كل الريبتايلز يلي موجودين تحت وحتى نحن كسكان محليين هون رح يكون في تأثير سيء علينا يا رب واضع بوجهك علينا الآن تعرفوا نحن لبنان كيف عم بيمرق بها الفترة نحن منعتمد على حالنا بشكل كتير كبير ومنعتمد على جهودنا ومنعتمد على ولادنا الموجودين برا ومنعتمد على وعي ولادنا لحتى نقدر نكفي أكتر وأكتر اشتركوا في القناة